الحمد لله في الوقت الحالي احنا خلصنا الكتاب الخاص بالكامل لو كان حوالي 37 مليون جنيه وبعد الوقت رأس المال المصدر والمدفوع 102 مليون جنيه وتم الانتهاء ايضا من تجنيب اللي هي الحصة اللي نقول المسلمين الرأسيين اللي هي 40% من رأس المال المستعدف اللي هو 200 مليون جنيه تم تجنيبهم ان هو يقاسهم مجمدة لمدة سنتين من خلال شكة مصر المقاصة وبيتبقى فقط الكتاب العام وعدنا جمعيا ان شاء الله عامة للشركة يوم 22 واحد يعني الاسبوع القادم علشان يتم اعتماد الموافقة على زيادة رأس المال الشركة الى 200 مليون من 102 مليون 98 مليون جنيه من خلال اكتاب عام مع عدم اعمال حقوق الاولوي يعني المساهمين القائمين حاليا سواء المؤسسين او اللي دخلوا في الكتاب الخاص مش هيخشوا في الكتاب العام بهذه النسبة وبالتالي سيبقى مطروح بالكامل اعتماد من 90 مليون جنيه الكتاب العام وده هي حقاك ويسا لان هيكون نسبة الكتاب العام عالي في هذه الشركة وبالتالي انه يقول ايه الفري فلوت هايكون مرتفع وده هيحق الحقيقة يعني عدة مزايا لأدنى لكتتاب الافراد الاكتتاب الافراد حقيقة من ضمن الحاجة عشان لتشالجته على الالف مسام خليناها محدود جدا صغير ان ده هتوافق باي ايضا مع طلبات جمهور النادي العريق قاضي للمحلة انه هيكون فقط الف جنيه لحد اللي ادنى لكتتاب